السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحب بقاف الله من كل مكان يا رب نكون بخير ان شاء الله النهاردة معايا كده درس جديد صغير لجميع القنوات اللي لسه بتنشأ او القنوات اللي شغالة معانا بس عدد المشتركين والمشاهدات بتاعتها قليلة هنتكلم في طريقة معينة كده لزيادة عدد المشاهدات الى حد ما بطريقة ملحوظة وانت هتلاحظها كويس جدا على قناتك حتى لو المشتركين قليلين وحتى لو مشاهدتك عالفوديوهات القديمة قليلة اه في ناس كتير بترفع فيديوهات ولكن دون جدوى ان هي مثلا بتلاقي بعد يوم او يومين اه حاجة واربعين مشاهدة حاجة وتلاتين مشاهدة وان فيديوهاتها غير مستهدفة من قبل المشاهدين اللي موجودين على اليوتيوب طيب السر ان انا ازود عدد المشاهدين بتحتي على قناتي ومن خلال الفيديوهات بتحت ان هي تتشاف بطريقة اوسع وطريقة اكبر ليوتيوب حاجة صغيرة هنستخدمها وهي الطريقة اللي احنا هنتكلم عليها وهي اسمها طريقة التتبع يعني ايه طريقة التتبع طريقة التتبع دي ان انا بتتبع فيديو معين لكرونة جبيرة معينة بحيس استخدم العنوان والوصف بتاع اللي كتبوا على الفيديو واستخدمه عندي لكن ببتدي اغير في حاجات معينة طب يعني ايه يا عم احمد هفتح اليوتيوب انا دلوقتي عايز مسلا اعمل آآ فيديو عن زيادة المشاهدات على اليوتيوب تمام كده طيب لو انا دلوقتي جيت كتبت هنا كلمة زيادة مشاهدات اليوتيوب تمام هكتب اهوت زي ما انت شايف تلع في البحث زيادة مشاهدات اليوتيوب يبقى انت الكلمة اللي جاية في دماغك ان انت بتدور على زيادة مشاهدات يبقى غيرك هيكتب نفس عنوان الكلمة دي في بحس اليوتيوب زيادة مشاهدات اليوتيوب وهبتدي ان انا اقول له بحس هيبتدي يعرض لك زي ما انت شايف فيديوهات كتير جدا لزيادة المشاهدات على اليوتيوب طب احنا هنستخدم ايه يا عم احمد احنا هنحاول نستخدم الفيديوهات اللي هي منشورة من وقت قريب يعني من يوم او يومين او اسبوع او شهر حتى تمام شهرين تلاتة مش هنستخدم فيديوهات قديمة قوي كلمات البحث بتاعتها استخدمت وستهلكت من كبل فيديوهات اخرى انا عايز اقرب فيديو اقرب فيديو اه نزل وجاب مشاهدات كتير فيه موضوع زيادة المشاهدات ده مسلا معنا الفيديو اللي قدامنا ده هو عامل من سنتين ربعمل سبعة سنين لا ده بعيد جدا تمام هندور على فيديو تاني هنا في فيديو تاني وهو من شهر واحد عامل واحد وعشرين الف مشاهدة تمام في فيديو تاني وهو نازل من تلات اسابيع من تلات اسابيع بالزبط وعمل ايه عامل عشرين الف مشاهدة عشرين الف مشاهدة من تلات اسابيع طب الفيديو ده بالنسبة لي كويس من خلال تلات اسابيع بس وعمل معنا عشرين الف مشاهدة تمام يبقى انا ممكن استخدم عنوان الفيديو دوت لي الفيديو بتاعي اللي انا بعمله انت على حسب الفيديو اللي انت هترفعه انا بعمل محتوى طب خي بعمل محتوى تعليم بعمل محتوى ترفيه هكتب الكلمة اللي انا عايز ابحث عليها وابتدأ شوف اعلى فيديو اريب اعلى فيديو اريب واختار العنوان بتاعه والكلمات الدلالية والوصف اللي هو كاتبه استخدمها في الفيديو بتاعي انا تمام لكن مش هاخده كوبي بست كده على طول للمصدقية لا انا هاخد العنوان مسلا وهو مسلا كان كاتب زيادة المشاهدات او واحد وعشرين الف مشاهدة في اول ربع ساعة العنوان شدك انا مسلا ممكن اكتب ستحصل على واحد وعشرين الف مشاهدة من خلال كذا انت هتغير بصيغة الكلام بتاعك انت في عنوان الفيديو ده ونفس العنوان هاخده حطه فيه الوصف بتاع الفيديو وهاخده حطه فيه الكلمات والعلامات الدلالية بتاعت الفيديو وابتدى اشوفها وحطت ايه في الكلمات الدلالية المستهدفة واللي جاي بقى اعلى نتائج في بحس اليوتيوب وابتدى اخدها احطها عندي الكلمات الدلالية عادي لكن انا هغير في ايه اغير في الوصف بتاع الفيديو هزود انا كلمات من عندي عشان يبقاش نسخ بس وده حق واحد تاني غيري وابتدي اخد العنوان ده واغيره برضو وحط ازود عليه اي حاجة تانية بحيز اجزب المشاهدين مع الصورة المصغرة الجميلة اللي هي تجزبني ان انا ادخل على الفيديو بتاعك واشوف الرجل ده بيقول ايه يبقى نهتم الصورة المصغرة اعملها كويسة واخليها جزابة بعنوان جزاب ولكن هادف ويكون في مصدقية بينك وبين المشاهد بتاعك ما تكتبش حاجة والمشاهد يدخل ليشوف حاجة تانية تاني حاجة استخدم الاسم بتاع العنوان بتاع الفيديو بتاع المستخدم الاعلى زي ما انا شرحت لكن اغير فيه بعد الكلمات والوصف اغير فيه بعد الكلمات واستخدم الكلمات الدلالية عادي في الفيديو بتاعي وان شاء الله هتحصل على نتائج مبهرة لاقرب فيديو انت هترفعه جرب الطريقة واسب لي رأي بتاعك في الكومنتات شكرا سلام عليكم